تلك أمة قد خلت تلك اسم إشارة للبعيد لعظم مكانة وبعد الزمان وأمة لها أكثر من معنى وفي هذه الآية معنى أمة جماعة من الناس فتلك الأمة المباركة وإن كانت مضت ورحلت تركت لنا إرثا عظيما وهو ملة إبراهيم فهل اتبعتم هذه الملة؟ تلك أمة قد خلت خلت من الدنيا وما فيها تلك أمة قد خلت فإن كنتم حقا تفتخرون بالانتساب إليها فسيروا على نهجها وضربها وعلى ملة إبراهيم عليه السلام وكلنا نعرف أن في الدنيا ممكن الإنسان يستفيد من النسب والحسب والوسطى لكن الموضوع في الآخر يختلف لا نسب ينفع ولا شفيع يشفع إلا بإذن الله فخيرا لك أن تدعى كل هذا وتعمل لا ينفع اليهود انتسابهم إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام وإلا لكان نوح عليه السلام نفع ابنه ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه حاش لله أن يظلم ويساوي بين من يؤمن ومن يكفر فحقيقة الدنيا أنها دار عمل وابتلاء وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أمامكم أيها اليهود دين مليء بالمعجزات الباهرة دين مليء بالأدلة والبراهيم العقلية والنقلية فاقبلوا هذا الدين أو رفضوه ودعوا عنكم انتسابكم إلى أمم قد خلت نحن نتفق جميعا أن العدل هو أساس الملك وبدون العدل تصبح الدنيا كالغابة سبق وقال اليهود لن تمثل النار إلا أياما معدودة أتدرون لماذا؟ لأنه سبق لأجدادهم وأن عبدوا العجل فهم مؤاخذون بعمل أجدادهم فهل هذا يعقل؟ وزعم أيضا النصارى أن عيسى عليه السلام صلب تكفيرا لخطيرة آدم عليه السلام وما شأن عيسى بآدم؟ فهل هذا من العدل أم من الظلم؟ هل يقبل عاقل أن يؤاخذ بذنب أخيه ويعاقب مكانه؟ بالطبع لا وما فائدة العمل والاجتهاد إذا كانت العاقبة واحدة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر كريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليم من مال ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا وعلينا أن نأخذ العظى والعبرة من أخبار السلف ولا نهتم بما سلف من أعمالهم ولا نحاسبهم على ما قدموا واشغل نفسك بالطاعة والأعمال الصالحة والتوبة من السيئات فهي الباقية في كتابك تذكر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وتذكر دائما قول الله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر